أفلام إبراهيم الطيف معروفة بأنها تجذب الجمهور لكن في تونس ليس معتاداً طرح فيلم في أيام العيد هل هذا الواقع أثر على جماهيرية فوفعة وهل سعيت إلى جذب الجمهور إلى قاعات السينما في أيام العيد؟ والله هي حبناها تجربة أولى لأن الفيلم كان مبرمج في أيام قرتاج السينما في المسابقة رسمية ثم وقع إلغاء أيام قرتاج السينما وقعدنا ننتظر في الفرصة حتى نخرج الفيلم في ظروف طيبة لأنه فما زخم كبير من الأفلام التونسية والأجنبية لقاعدة موجودة في قاعدة السينما واختنمنا عطلة العيد أو اختنم المنتج أو المنجة والموزع أن يقوموا بتجربة فيلم العيد التجربة كانت جيدة والمهم أنه لا نهج رقاعات السينما بعد شهر رمضان كما هي العادة بعد تخمة المسلسلات فكانت تجربة جيدة ولكن مقاومات الفيلم ليس بمقاومات فيلم العيدة اللي نعرفه في مصر رغم أني عندي أرضية شعبية كبيرة في تونس ولكن أفلامي ليست بالأفلام الكوميديا أو بأفلام المقاولات فهي نوعا من الكوميديا السوداء اللي عندها لجمهور متاحها كذلك ترجمة نانسي قنقر